السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في حلقة جديدة من برنامج لقاء حصري مع غادة كرامة النهاردة معنا فقرات مختلفة وموضوعات مهمة وبتعبر عنا وعن مجتمعنا وكل الفئات والعمار زي ما وعدتكم هبتدي فقرتي الأولى وبتكلم عن بعنوان حقوق ذوي الإعاطة أو التنمية وحقوق ذوي الإعاطة أولا كثير من هؤلاء أو الشخصيات اللي مرت بهذه الظروف هم يعتبروا قدوة ومثل يحتزى به في التحدي والإرادة ويعني لهم حقوق ولهم واجبات أيضا إن إحنا لازم يكون في مشاركة في الحياة والعمل وإنهم ما يكونش فيه أي نوع من إهدار لهذا الحق أو عدم اهتمام بهؤلاء بنتشرف النهاردة وبنرحب بالأستاذ أحمد عبد العال أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بيك أهلا بحضرتك أستاذ أحمد عبد العال هو مؤسس لمبادرة يعني معاقين نحو التنمية أو معاقين من أجل التنمية وأيضا رئيس مجلس إدارة جمعية جسر الأمل جسر الأمل يعني حتى الاسم نفسه معلش اسم جميل لنا نسيت بسواقك جسر الأمل لتنمية الزوال يعاقة نكلمنا حضرتك بقى عن دورك وإهتمامك بهذا الشأن بالذات الفترة الأخيرة إيه السبب بقى؟ نحن يعني في الصعيد عموما بيبقى فيه تهميش كبير لزوال يعاقة لكن يعني مع تواصل مع المسؤولين في فترات الأخيرة كان فيه دمج معين ما بيننا وما بين التنفيذي بأنه عنده يكون قبول أنه يكون منفذ لبعض الإجراءات الخاصة لتسهيل العملية الانتقالية أو العملية التشارقية في المجتمع مع زوال يعاقة عموما فأصبح فيه تمهيد للطرق بصفة بسيطة مش كما يعتدق أو كما يجب أن يكون يعني لا بالصفة البسيطة اللي ممكن تاهل زوال يعاقة للتحرك أي إن كانت بقى نوع العاقة أي إن كانت نوع العاقة لكن طبعا مش زي ما هو في مخيلة حد أنه ككود إتاحها عالمي أو كود إتاحها بسيط سهل الإجراءات أو خلاش التنفيذي أصبح متعسفا بأنه يكون صعب أنه يخلي حد من زوال يعاقة يحضر لندوة معينة لا أنا بأبسط الإجراءات بخلي زوال يعاقة مشاركين في الندوات مشاركين في التنمية الساسية مشاركين في التنمية الاجتماعية مشاركين في كافة الحقول اللي يكون معهم ونتمنى المزيد يعني إحنا بنطلب نتمنى المزيد وكما لا يكفي أن يكون الوجود فقط ولكن يكون في تفعيل لدو وإتاحة أو تسهيل الطرق لوجودهم بشكل فعلي وتحقيق التأثير المفروض بالضبط إحنا يعني خلينا نتكلم عن مسأل سهاج مثلا إحنا بعد تمهيد الطرق وبعد تواصلنا مع المسؤولين وبعض المشاركة السياسية اللي تم إيطاحتها وبعض المشاركة المجتمعية اللي تكلمنا عنها أصبح فيه فعلا أن كل مسؤول تنفيذي بيقوم بأي إجراء أو أي مبنى بيتم تجهيزه طبقا برضو القرار الوزراء القرار مجلس الوزراء يعني هو مش كلامنا بس إحنا بنسعى وراء الهدف لتحقيقه تمام جميل طب حضيك بما أن ابتدى يكون فيه برضو يعني يعني بيده فرصة أو يكون فيه نوع من أنواع تقديم خدمات وعمل إجراءات أو قوانين في الفترة الأخيرة اللي لفت نظرك وحسيت أنه هو ده كمفروض يتعامل من زمان في حق زويل العاقة طبعا يعني الرئيس عب فتاح السيسي تفضل مشكورا بأنه طلع قانون كان حلم الزويل العاقة عموما أنه يكون صادر بالنسبة لهم وطبعا قانون عشرة لسنة 2018 ده زي ما قلت حلتك كان حلم فيه كتير من البنود اللي تخص زويل العاقة لكن بعض البنود فيها صعب بتنفيذها حاليا وبنتمنى أن صوتنا يكون واصل للمسؤولين أن احنا عايزين كافة الإجراءات أو كافة القوانين الموجودة داخل القانون تكون مفعالة على أرض الواقع ويتم الإشراف على تفعيلها ومنها كارت الخدمات اللي هو يسير الجدل حاليا كارت الخدمات المتكملة كارت الخدمات المتكملة ده يعني أصبح حلم لزويل العاقة حاليا زي ما كانت شهات التعيد في مقبل مدام تبدو الحلم بقى فأنت عايزك تفهمنا أكتر كارت الخدمات المتكملة طبعا اتطرحت المرحلة الأولى فيه اللي هي خاصة بالإعاقات الشديدة اختص فيها في حدود 10 أو 12 إعاقة المختصين بالإعاقات الشديدة اللي هيطلع لهم كارت الخدمات المتكملة وكارت الخدمات المتكملة ده بيساهل طبعا أن أي حد من مستحقي السيارات المجهازة طبيا بيكون لي حقيا أن نسحبها بالكارت ده زيرو جمارك يعني ما بيتفعش جمارك نهائيا طبعا برضو بيكون في النقل والموصلات التذاكر يعني أنا جاي أنا أحد الأشخاص النهاردة تم يعني لما طلعت الكارنية لخدمات المتكملة وديتوا عشان أطع التذكرة يعني 50% تخفيض ده من ضمن الإجراءات اللي إحنا نفزناها بالفعل أو إحنا حسينا بيها تمام طيب ما نيجي نتكلم بقى عن دور حضرتك عامة أنا شايفة اهتمامك طبعا بشأن عام وده شيء طبعا إحنا سعداء أن نلاقي نموذج زي كده بالروح دي بالاهتمام الكبير بالشأن كله عرفني أنت ناوي تعمل إيه وتدينا يعني ناخد خبر حصري ما كنتش قلت لحد أنت ناوي تعمل إيه وتكون أو أنت مشارك في هذا الأمر اللي أنت عايز ما تعملش لزول الإعاقة وممكن يتعامل في بلاد تانية أو في أمات التانية تمام يعني هو مش مجرد خبر حصري إنما تنفيذ كان بيتمنى زول الإعاقة نقرأ أفكارك إنه كان إجراء كان بيتمنى زول الإعاقة أصحاب الكراسة المتحركة إن وزارة الشباب والرياضة مش بتطلع أصحاب الإعاقات مستخدم الكراسة المتحركة معها في أي رحلة من رحلتها أبي دفع إيه عدم نقول مثلا ما عندهوش الأوتوبيس الخاص بالنقل ليهم إن البلاجات أغلبها في الرحلات بتكون رملة مش هينفع يتحرك فيها الكرسي المتحرك ما عندهوش الوسائل المساعدة زي الشخص نفسه المساعد إنه يحرك الكرسي أنا عن نفسي واحد من الصعيد هطلع رحلة في غضون عشر تيام لما عبد أبيدوس عندنا في طبع السياح والأصار وهيكون من خلاله أكثر من عشرين مستخدم الكرسي المتحرك تمام حضرتك قل لي بقى دور التوعية المجتمعية من أجل تحقيق الأهداف في مشاركة حقيقية لزاوي الإعاقة واندماجهم زي ما قلنا في المجتمع تمام دورها وهل لي وجود فعلا التوعية المجتمعية؟ هي قبل كده ما كانش لها وجود لكن بعد كده لما إحنا ظهرنا وفي غير كتير برضو من زاوي الإعاقة المتميزين جدا برضو عندي في الصعيد أصبح التواصل مع المسؤول خلى المسؤول نفسه ما يقدرش يعمل حاجة إلا لما يكون عنده مشاركة مجتمعية من فئة زاوي الإعاقة سواء في ندوة أو في حضور لقاءات معينة أو في مشروع بيتعامل أو في مشروع بيتعامل فأصبح طبعا زاوي الإعاقة مشاركين فعليا من ضمن الحاجات أولا سعيدة بحضرتك جدا وشرفتني وأتمنى أن أنا أشوف الروح دي والاهتمام بشأن عام مش شأن خاص فقط بالطريقة دي وإن إحنا ده دورنا إن إحنا نحس ببعض ونفكر ونشتغل علشان حياتنا تكون أفضل ومستقبلنا تحب حضرتك قبل ما نختم فقرتنا كلمني عن أنت عايز تقول إيه تاني يعني مفروض يفعل طبعا قلنا أكتر من حاجة إحنا نشكر المسؤولين على كل فكرة وكل عمل حتى بدأنا فيه ولكن إيه اللي مفروض نهتم بتفعيله والأهمية ده هو إحنا لنا طلب برضو كزاو إعاقة عموما يعني وبنتمنى برضو صوتنا يوصل لأعلى قيادة سياسية ولا يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو الأب الروحي اللي تبنى القانون إحنا بنتمنى أن المشاركة السياسية لزاو الإعاقة تكون من خلال التقديم للمجالس النيابية سواء مجالس النواب أو المحليات من خلال الكارت الخدمات المتكاملة أنا أولا سعيدة بحضرتك وتشرفت بيك وأتمنى يكون لنا لقاءات قادمة نقرر لقاء ونتكلم في شؤون أخرى أكيد حضرتك أكيد إن شاء الله تشرفت بيك شرف لي يا فهد سعت بمتابعتكم ونطلع فاصل ونرجع نشوف فقرتنا التانية وتباوين موسيقى ورجعنا بعد الفاصل ومعنا في فقرتنا التانية هنتكلم عن أو نقول الفقرة بعنوان القدوة الحسنة وهي طريق للتربية السليمة القدوة معنى كبير ومهم ودورها في التنشيئة والتربية السليمة هنعرف ده كله مع فضيلة الشيخ تحسين عبده أحد علماء الأظهر الشريف وتاريخ كبير في المجال التربوي والدعوي أهلا يا فنم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك وأستاذ في الأوقاف برضو طبعا خبرة كبيرة وتاريخ يمكن هنبقى نتكلم عنه في حلقات بقى شكرك أشكرك تشرفت بحضرتك القدوة كلمني حضرتك أولا نبدأ الأساليب والبيئة الصالحة لتنشيئة سليمة تمام إن شاء الله قبل ما أبدأ بإذن الله تعالى كنت عاوز أعلق على الموضوع ثم أعلق أولا على الأمراض المنتشرة حاليا ومرض قرورة المعروف أهلا حسنت حضرتك بضبط حتى نبدأ بدعاء لأن طبعا في حديث ورد عبدالله سلم ما ظهرت الفحشة بقومين وعلنوا بها أهلا زهر فيه مطعون والأمراض الذي لم تكن في أسلافهم من قبلهم وذلك هو بدأ في الصين فطبعا دي بما أن الموضوع خاص بالتربية وخاص بتوعية الأبناءنا إن شاء الله أنهم يتربوا تربية صحيحة وسليمة بندعو إن شاء الله أن ربنا سبحانه وتعالى يقينا من هذه الأمراض وأن يربي أولادنا على الدين الصحيح والأخلاق الصحيحة حتى يتلاشوا هذه الأمراض بل أضافة مع الأخذ بالأسباب اللي هو طبعا بالأسباب الطبية والأسباب العميلة تمام حضرتك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيدعي بإيه لما يكون فيه ابتلاء بيعني في حالة ما حصلت وبتضر بالناس كلها أو بتسبب يعني هذا النوع من اللي إحنا شايفينه تمام بشكل عام فكان إيه اللي بيدعيه حتى ربنا يرفع البلاء ده عن الأمة بصحة ديك هو الأدية كتير جدا ولكن إحنا بنقول الإخلاص في الدعاء هو سيد الإجابة الواحد يكون مخلص في دعاءه أي دعاء يقوله كلام جميل بس يكون مخلص وفي سجود إن شاء الله طب ربنا سبحانه وتعالى سيرفع عنا البلاء طب نقول إيه دعاء إن ربنا يرفع عنا البلاء مثلا أمثلة الأدية آه يعني مثلا اللهم قنى الأمراض ما ظهر منها وما بطن اللهم قنى الفحشاء اللهم ربي أولادنا وربينا على الدين الصحيح وقنى من الأمراض ما انتشر منها وما ظهر منها وما في حاجة بس عاوز أقول قبل ما أكمل اللي هي التعليق على الموضوع نفسه اللي هو إيه التربية الصحيحة طريق إيه آه تفضل بقى هذا التربية القدوة الصحيحة أو القدوة حسنة طريق التربية السليمة يعني معنى ذلك إن إذا رب الأب ابنه على خلق سيء سيكون تربية سيئة أو تربية مريضة إذا رب الأب ابنه على القصوة والتسلط فسيكون تربية خاطئة وسيكون تربية أيضا مريضة فعكس السليمة المريضة عشان كده ننصح كل أب وأم إن شاء الله يستمعوا لهذه الحلقة الممتازة حتى يستفيدوا منها كافي وربي كل أب جميل جدا نتكلم عن الأخلاق والتربية الدينية السليمة إن إحنا ما نطلعش الأولاد بيعبدوا ربنا عشان خايفين يتضربوا أو خايفين من ربنا جدا إن هيحصل لك طب إزاي إن ربنا بيحبوا ربنا عشان كده بيلتزموا بالفروض وبالطاعات وببر الوالدين وكلام دا أقول لها ديك حاجة كان والدي الله يرحمه كان بيربيني على هذا المعدة كان يشجعني ويديني فلوس حتى أذهب إلى الصلاة ويديني فلوس حتى ومكافأة حتى أقرأ القرآن ولم يتصلت علي فالذلك لم أكره القرآن وحفظت القرآن الحمد لله لدرجة جعلني معاه في نفس المدرسة وكان معالي أكيد عمل كده وإنت فاطرت مرحلة الطفولة بس أكيد أنت لما كبرت يعني برضو الأب مش هيعلم الولد أنه هيتجيله الفلوس عشان كده بيصلي بس أنت أكيد لما كبرت تفهمت بشكل مفتاح لما كبرت طبعا عرفت أنه دبعا لابد أنه كل إنسان شرف لي أنه يحفظ القرآن حتى يسعى في الدنيا للأخرة والتفخور بنفسه كما قال رسالة من أراد الدنيا يعلم القرآن حياتنا كل من حفظ القرآن الكريم وربنا يا ربي يتقبل منا جميعا ممكن بقى أسأل حضرتك العنف ضد الأطفال دي طبعا نقطة يا ريت كلنا نسمحها تمام العنف ضد الأطفال يعني عشان دي نقطة مهمة جدا يا ريت نتكلم فيها تمام هو أكبر مرض منتشر الآن لأن كل أب بيرى أن القصوى والتصلط على الإبن هو الوسيلة الوحيدة للتربية ولكن هذا خطأ لأنه بينشأ في الطفل بيجعله غير سليم ويجعل الطفل طبعا شخصيته ضعيفة بل ويأثر أصدح رجعا المدى البعيد ويؤثر فيه أنه هو طبعا بيرى أن القصوى دي هي المفوضة يمارسها في حياته فبنرى كتير من أجل منها طب لغة الحوار حضرتك قول للأباء والأمهات أن يكون فيه لغة حوار مع الطفل أو حتى الأولاد في المراقة بسرعة حضرتك كلمني في النقطة دي بسرعة تمام لأنني عايزة أنهي المهدي تمام دلوقتي فيه حاجة مهمة جدا وهي يعني رسالة كده للأب والأم دلوقتي بالضبط اللي أنت بتنشئه لأبنائك هو اللي هيكون لك في المستقبل بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كنت مشيت عواج سير لابنه هذي همشي عواج يعني حتى قيل في بعض الأبيات مشى السرطانه بعواجاج فقلده آه فقلده ببنيه فقلده ببنيه وينشأ وناشئ الفتياني منه على ما كان عوده أبوه يعني ناشئ بينشئ عوده أبوه وإحنا يا ريت نختم بالجزء ده وأنا اتشرفت بحضرتك هنعمل فقرات كتير متنوعة اتوصل رسالة للناس ويتعرفهم إزاي يتعاملوا مع أولادهم يعني العلاقات مهمة جدا إن إحنا نكون عارفين نتعامل ونتعايش مع بعض بشكل جميل اتشرفت بحضرتك بحضرت حضرتك تقول لنا دعاء بسرعة والله ثانية بس ينشأ الصغير على ما كان أبوه ينشأ الصغير على ما كان أبوه إن المزوع عليها ينبت الشجر فالجزء الشجر أنت بتزراعه ببنك هو اللي هيب بعد كده ونختم بالجزء ده واتشرفت بحضرتك فضيلة الشيخ تحسين أحد علماء الأظهر الشريف والأوقات شرفي أنا فانت وأعزائي المشاهدين تظهروني الحلقة القادمة وفقرات جديدة ومتنوعة وابعتولي كل أسئلتكم واقتراحتكم للبرنان